السلام عليكم مشاهدين القناة مرحبا بكم في فيديو جديد كثيرين النوارات في القناة وقناتكم لبس عليكم مش كتعودوا امركم هنيا ان شاء الله يرطي هذا الفيديو يرطيكم على خير و بخير و على احسن حل مرحبا بكم كما شتوا في العنوان نكح لها و عميدها كما يقولون يعني نغسل زريع الكتان بحل الحبوب كلهم بحل البزار بحل الكامون اللي شتوا معي في القناة في الفيديو السابق اللي لقيت فيها السماء و تصدمت كنت امنى تشوفوه باش ان شاء الله ما تستعملوش الحبوب لما تغسلوهم ولكن زريع الكتان ما كتتغسلش إلا غصلنا هكا تخسر ذاك الشي علش قلت انا زع ما نغسلها باش تبقى نقية بحلها بحل هاد الحبوب كاملين الساعة هي ما كتتغسلش ما كنت شانا عارفة ذاك الشي علش بيت نشارك معكم هكا يا باش تعرفوا اللي زريع الكتان ما كتتغسلش اللي غصلنا هكا تخسر كما كتشوفو معي دابا بعد ما اغسلتها احتتها في الشمش ولا تقويرات ولا سقا مع البلاتو و غملت ليه دابا خسرت ما عرفت شاشنو غدي ندير ليها كنتمنا تقولوا لي اللي عندكم شي فكرة في التعليق و مرحبه و سهله بارأكم اللي على راسي و عينيه و نصائح اللي اعجبكم الفيديو بارتاجي مع احبابكم و اصحابكم كده عمليها فضلا ليس امر و شجعوني بلايك و الاشتراك اتمنى انكم استفدتوا معي و اخديتوا معلومة اللي غادي تفيدكم ان شاء الله و الى اللقاء في الفيديو المقبل فيديو جديد ان شاء الله شيوه جديدة شكرا لكم على المشاهدة و على كلامكم باش قد تفرحوني دائما و الى اللقاء اللي افرسكم السلام عليكم اشتركوا في القناة